اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكوا تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح في هذه الحلقة رح نستمر في نظرة تصورية على الاحداث الاسبوع الاخير ورح يتركز حديثنا اليوم عن حتمية صلب وقيامة الرب يسوع المسيح هذا كان كله في مشورة الله المحتومة في علمه السابق وانه الله عد الفداء قبل تأسيس العالم وانه نبوات ورموز كثيرة اللي تنبأت بالتطقيق عن مجيء المسيح عن تجسد المسيح وطبعا الغرض الرئيسي للتجسد هو ان يموت على الصليب ويقوم من بين الاموات هذه الاحداث احبائي هي جوهر تعليم الرسل في العهد الجديد بالاحرى العهد الجديد هو يتكون من خلال الاحداث الاخيرة او الاسبوع الاخير اللي اتكلمت عن تميز وعن تفرد يسوع المسيح الكامل وايضا انه جاء لكي يكون فدية وليبذل نفسه فدية عن كاثرين وانه فعلا مات موتا بدليا عنك وعني كفارة من اجلك ومن اجلي حتى يعطينا الفداء الكامل والخلاص الكامل انا بدعوكم تشاهدوا هاي الحلقة ولسيما تسلسل الاحداث وفيك تشاهدنا طبعا احنا على القناة الفضائية قناة الحياة بث مباشر فيكو كمان تشاهدونا اللي بحب على الفيسبوك لايف او اليوتيوب او الانلاين فيكو تشاهدونا بث مباشر وانت في سيارتك في اي مكان انا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقة اشتركوا في القناة